بسم الله الرحمن الرحيم في الدرس السابق شفنا كيف حلينا المشكلة أو السؤال اللي كان مطلوب مننا أن يكون عندنا ثلاث طلاب نخزن بياناتهم هم الإسم والآي دي أو الرقم الجامعي والدرجة شفنا كيف حلينا المشكلة بطريقتين الطريقة القديمة اللي هي استخدمنا فيها استخدمنا فيها variables بدون أي تنظيم فقط variables وكل variables هذي شفنا إنها راح تكون في stack موجودة في stack ويعني راح نعرف عدد كبير من variables وبشكل غير منظم بينما في الطريقة طبعا الهيب ما في أي شي لإنما سوينا ما استخدمنا objects في الطريقة القديمة في الطريقة الجديدة استخدمنا objects كل objects من نوع student والobjects هذي تكون في الهيب ومنظمة وكل object يحتوي على بياناته الخاصة فيه وبعد كده في stack فيه references للobjects هذي اللي هي s1, s2, s3 وشفنا كيف إنه هذه العملية سميناها عملية allocation كل سطر من الأسطر هذي يسوي لنا عملية allocation المكان في الذاكرة جديد، الأوبجيكت جديد في الذاكرة ويحجز الأتريبيوت حقات الأوبجيكت أو الـ properties أو الخصائص حقات الأوبجيكت بناء على الـ class اللي كنا كتبينها طبعا باقي ما زلنا إلى الآن ما كمن البرنامج السابق طبعا البرنامج السابق لو تلاحظون ما أعرف فقط، ما قام فقط بتعريف الـ variables وإنما قام بإسناد قيم للـ variables هذي ثم بعد كده طبع لنا average أو متوسط درجات الطلاب الثلاثة هذي ولا طبعا، زين السؤال كيف راح نسوي شي هذا في برنامجنا الجديد بإستخدام الأوبجيكت خلونا نوقف تنفيذ البرنامج ونرجع نعدل عليه طيب الآن بالنسبة للـ object S1 نبدأ بأول واحد S1 نبغى الآن نضع له قيمة نضع له اسم ورقم جامعي وgrade الطالب الأول فكيف نسوي كيف الطريقة؟ نكتب أولا اسم الـ reference S1 بعد كده نضع نقطة نكتب نقطة بعد كده نكتب name اللي هو اسم الـ attributes اللي هو الاسم هذا اللي عندنا زين اسم الـ attribute name فنكتب هنا S1 dot اللي نقطة name مضبوط فبالطريقة هذه كأننا نقول نبغى name الاسم الخاص بالـ object S1 واضح؟ فنقول S1 dot name بعدين نسند له قيمة gets مثلا نبغى نسند له خلونا نشوف في البرنامج السابق وش كانت القيمة اللي أسندناها أسندنا الاسم الأول أحمد فهنا نرجع مرة ثانية ونسند القيمة أحمد وسترينج أحمد مرة ثانية لاحظ هنا أننا استخدمنا الـ reference حق الـ object بعد كده نقطة بعد كده الـ attribute name وزين أو اسم الخاصية دائما دائما إذا يعني إذا جيت تكتب البرنامج تعامل مع اسم الـ reference نقطة اسم الـ attribute كأنها اسم variable يعني زي ما تقول زي ما قلنا هنا name1 هنا قلنا name1 gets أحمد مضبوط هنا لازم نقول S1 dot name هذا كله على بعضه كأنه variable كأنه اسم variable زي هنا عندنا variable name1, id1, grade1 عندنا variables هذا كله على بعضه زين نعامله معاملة الـ variable يعني نقدر نسند له قيمة نقدر نقرى قيمته نقدر نسوي فيها اللي نبغى مضبوط نسميه instance variable الـ name هنا نسميه instance variable instance variable من الـ object أو الـ instance S1 اللي لها الـ reference S1 مضبوط سنقول S1 dot name gets أحمد S1 dot id gets وهنا قلنا 434 إذا كنت أذكر 434 021234 بعد كده S1 dot grade gets والطالب الأول كان 96.5 فنقول هنا 96.5 F طبعا بما أنه float مضبوط نيجي للطالب الثاني الآن طبعا محجوز المكان في الذاكرة للطالب الثاني فنقول S2 زين طبعا لما نكتب البرنامج زي ما قلنا قبل لما تكتب البرنامج تخيل أنه البرنامج الآن جالس تنفذ البرنامج يبدأ تنفيذه من هنا فتخيل أنه الآن جالس تنفذ فخلاص أنت حجزت S1 حجزت S2 حجزت S3 الآن جالس تعبي حجزت لماكنة دي جالس تعبي فيها بيانات هزين فنقول S2.name gets صالح أه علي أعرف علي فهين نقول علي بعد كذا S2.id gets 433.01234 طبعا نقدر نحط أي بيانات وسأنا أبغى يكون بيانات متطابقة حتى نقدر نقارب بين برنامج بعد كذا S3.grade gets الغريد كانت 80.0F طيب الآن جينا للأوبجيكت الثالث S3.name gets وهنا سمينا الأوبجيكت الثالث صالح والS3.id gets 434.01234 S3.grade gets أعطيناها 88.4F الآن خلصنا شفنا كيف شفنا كيف نقدر نوصل الكل instance variable زي ما قلنا هذا مو variable instance variable كل instance variable أو instance attribute يعني نسميه أكثر من نسب مثلا الـ id لازم ندكر نقول S1.id S1.grade S2.id مضبوط لاحظ أنك لو قلت id فقط ونفرض أنك لو نفرض أنك مثلا جيت هنا قلت مثلا كتبت مثلا id id dot id kits مثلا أي رقم 434 0 1 2 3 طبعا وش المشكلة هنا تخيل نفسك أنك الكمبيوتر جالس تنفذ التعليمات اللي جاية لك هذه أو البرنامج اللي جاية لك هذا وصلت هنا لما قلت لك id أي id هل في variable هنا عرفناه اسمه id ما في variable عرفناه اسمه id مضبوط إذن ما في عندنا أي شيء اسمه id هنا إذن خلص يعني الكمبيوتر راح يوقف ما يقدر ما يقدر ينفذ أصلا الكمبيوتر راح يوقف كمفروض أن الكمبيوتر راح يطيك error إذن لازم نذكر s1 dot id في الحالة هذه مضبوط راح يفهم الكمبيوتر أنك تبغى ال id الخاص بالobject s1 أو ال id الخاص بالobject s2 أو ال id الخاص بالobject s3 واضح نفس الشيء بالنسبة لname ونفس الشيء بالنسبة لgrade الآن بقي لنا الحاجة الأخيرة في البرنامج الذي تذكرون وهو حساب ال average ثم طباعته طبع من نسبة لل average هنا ما له علاقة بالobjects فرح نعرفه كمتغير فنقول float avr gets hiç ال average الضبع متغير مع المائل الأول زائدًا زائدًا s2.grade زائدًا خلوا الرحصة الجديد s3.grade نسكن القص تقسيم 3 إذن لما جينا هنا عملية قراءة للgrades للدرجات لاحظوا إن استخدمنا s1.grade زي ما قلنا نتعامل مع هذا كله كVariable وحنا سميناها Instance Variable أو Instance Attribute أو Property أو خاصية للأوبجيكت أو Field حق للأوبجيكت في أربع أسماء لها تقريبًا أو Data Member حقيقي خمس أسماء ثم كلها تتعشر نفس الشيء إذن سواءً بغينا نكتب فيه أو نقرأ منه نتعامل لازم مع هذا كاملًا كأنه Variable يكون علي صار الAssignment Statement هنا زي ما تلاحبون وهنا استخدمناه عشان نقرأ منه هنا نكتب فيه هنا نقرأ منه نجي الآن نكتب System.out.println بعد كده نقول Average ونطبع Avr الآن خلونا نحفظ البرنامج ونشوف كيف يتنفذ البرنامج هذا طيب سوي Compile سوينا Compile الآن نبدأ تنفيذ البرنامج خطوة خطوة طبعاً لا تنسى أنه البرنامج خلوه نلغي شوي من المسافات حتى لعله يكون البرنامج كله واضح لنا في مكان واحد طبعاً أنا يعني ما يهم هنا المسافات هذي كله ما تهم في الجافة بس عملي التنظيم يعني شوي طيب نحفظ الآن وننفذ البرنامج أول شي طبعاً نسوي Compile ها سويت أنا عملية Compile الآن تبدأ عملية التنفيذ طيب أول شي طبعاً عندنا هنا هنا أستاك اللي فيه الـ variables والـ references عندنا هنا الـ heap اللي راح يكون فيه الـ objects وكل الـ object عنده الـ instance variables أو الـ instance attributes أو properties أو الخواص الخاصة فيه زي أن هنا عندنا المكان حق الـ evaluation والـ processing اللي يتم في عملية الـ evaluation خلونا نبدأ التنفيذ، التنفيذ طبعاً يبدأ من main زي أن فإذا نبدأ من main بدأنا من main الآن حجزنا S1 زي ما شفنا قبل بعد كده أخذنا حجزنا الـ object الـ S1 حجزنا فيه أماكن بناء على الـ class نفسها الـ class تعلمنا كيف نحجز فحجزنا ثلاث أماكن name و ID و grade بعد كده الآن نربط بين الـ object وبين الـ reference الخاص فيه هذه عملية الربط، ربطنا بين الـ object وبين الـ reference الخاص فيه وانتهينا من عملية الـ allocation يسمونا الـ allocation اللي هي حجز مكان في الذاكرة للـ object تسمى هذه العملية بعملية الـ allocation طيب ننتقل للـ object الثاني، نفس العملية راح نسويها حجزنا مكان في الذاكرة للـ object حطينا فيه الأماكن المطلوبة بعد كده نربطه مع طبعا هذه الخطوة ننزل، يعني الآن راح نتجوزها فيما بعد نفهم معناها الآن نربط الـ object مع الـ reference الخاص فيه نفس الشيء بالنسبة للـ student الثالث الآن ربطناه، صار عندنا ثلاثة students ثلاثة objects من نوع student كل واحد منهم لاحظ مكتوب object of the class student فعندنا ثلاثة instances أو ثلاثة objects يعني كلمتين instance أو object الآن نبدأ نعبي البيانات، لاحظ أن البيانات ما عبيناها حجزنا ماكن بس ما عبينا البيانات نبدأ الآن نعبي البيانات، فنقول S1.حمad الآن اللي هو وين S1؟ S1 اللي هو آخر واحد هناك أيوة، هذا هو S1 هذا الـ object S1 طبعا يمكن الـ S هو شوي تلخبط هنا لكن لو تتبعنا بسيكل دقيق راح نلاحظ أنه هو اللي رايح هنا لم S1 طيب، فS1 اللي هنا حطينا في الـ attribute وحطينا فيها القيمة أحمد بعد كذا ننتقل اللي بعده نروح الـ S1.ID اللي هو الـ ID هنا ونحط فيه القيمة اللي هو الرقم الجامعي نفس الشيء هنا حطينا هنا القيمة ستة وتسعين ونص اللي هي درجة الطالب حق S1 الآن ننتقل الـ S2 طبعا الترتيب هنا ما يهم نقدر نسند بأي طريقة كانت أنا بس حبيت تنظم البرنامج لكن نقدر نعرف S1 بعد كذا نسند له بعد كذا نعرف S2 بعد كذا نسند له يعني زي ما ترغى بس أهم شيء ما تقدر تسند الـ object قبل ما تعرف الـ object طب الآن ننتقل هنا خلصنا من S2 الآن نبدأ الآن بـ S3 أوه طبعا لاحظوا في خطأ هنا مهم تايبو يعني خطأ أخطيت أنا كتبت هنا S3 ومفروض أني أكتب S2 لذلك عشان كذا أسند هو S3 هنا أحط فيها 80 واضح ما أحطها في S2 هذا طبعا تايبو خطأ خلوا نوقف التنفيذ نرجع نعدله ما عليش ما انتبهت طيب نكتب هنا S2 مضبوط نحفظ البرنامج نسوي لـ Compile ومن ثم نبدأ التنفيذ من جديد ونحاول نسرع عملية التنفيذ شوي فالآن حجزنا الـ object الأول حجزنا الـ object الثاني حجزنا الـ object الثالث بعد كذا الآن بدأ يعبي الـ object إحنا وصلنا هنا عبينا S2.ID وعبينا S2.grade الآن هذا S3 اللي هو هنا نجي نحط S3.Name حطينا في قيمته صالح S3.ID حطينا في القيمة S3.grade حطينا في القيمة هنا الآن عبينا لاحظ أن الـ object كلها تعبت بيانات مضبوط مضبوط إذن الآن كل الـ object عنده بيانات والخاصة فيه الآن روح نحسب الـ average أو متوسط الدرجات كيف نحسب متوسط الدرجات راح ناخذ الدرجة اللي في الـ object هذا وناخذ الدرجة من الـ object هذا وناخذ الدرجة من الـ object هذا وناخذ الدرجة من الـ object الأخير مضبوط ناخذ الثلاثة هذه نحطهم في الـ expression evaluation area منطقة اللي لأن هذا expression عندنا هنا وإن كان في استخدام الـ object سيكونو يأضل expression زيين أو تعبير رياضي مضبوط الفرق إنه بدل ما استخدمنا variables نستخدمنا instance variables أو attributes instance attributes من الـ object فنبدأ الآن ننفذ خلونا نبطئ شوية العملية عشان يكون واضح التنفيذ فأخذنا الآن 96 من هنا ناخذ الآن 80 أخذناها من هنا وناخذ الغريد الثالث للطالب الثالث S3.grade لاحظونا الآن أخذ S1.grade S2.grade الآن S3.grade ناخذ من الطالب هذا أو عفوا لا في البداية يأخذ S1.grade و S2.grade بعدين يجمعهم مع بعض هذه طريقة تنفيذ الـ expressions رح يجمع الآن الرقمين هذولا مع بعض جمعهم مع بعض زيين 176.5 الآن رح يأخذ الناتج هذه طريقة تنفيذ الـ expressions طبعا وزي ما تلاحظون البرمجة دائما تعتمد لازم تكون فاهم كل شيء ذكر سابقا في البرمجة حتى تفهم الدرس الحالي هذا شيء مهم جدا ننتقل الآن S3.grade ناخذ S3.grade أخذناه وقرأناه مضبوط بعد كده الآن نجمع الأثنين يطلع لنا القيمة لاحظ طبعا أن نتعامل مع الـ instance variables هنا زي ما نتعامل مع variables عادية لما نقرأ قيمة الـ variable تبقى القيمة فيه ما تتغير يعني بس اللهم ناخذ منها نسخة كأننا ناخذ منها نسخة أو copy مضبوط الآن جاءت عملية القسمة على ثلاثة قسمنا على ثلاثة هذا القسمة على ثلاثة نسرع على مرية شوي قسمنا على ثلاثة بعد كده طلعنا الناتج بعد كده وين حفظنا الناتج الآن لاحظنا حفظنا الناتج ما هو في الـ heap في object في الـ heap لا في الـ variable الموجود في stack بما أنه variable إذا هو موجود في stack وليس له علاقة بالـ heap فالآن حفظنا قيمة الـ object في الـ variable هذا الـ variable الآن العملية الطباعة هنا system.out.print نطبع الـ average طبعا راح هنا نسوي الـ expression راح نجمع average مع expression بما أنه string زائد الرقم أكيد طبعا عملية الجامعة هنا معناتها concatenation أو عملية توصيل بين القيمتين نوصلهم مع بعض حيث أنه يطلع لنا قيمة واحدة وبكده انتهينا من تنفيذ البرنامج ولاحظ أنه الآن راح تطبع طبعا القيمة هذه بس قبل ما ننهي البرنامج خلو نشوف نقارن مرة ثانية هنا هذا البرنامج السابق هذا stack هذا الهيب الهيب فاضي هذا stack مليان variables مضبوط كل variable كل ثلاثة variables من هذه الاسم الـ id الgrade هي تمثل object من الـ object هذه فهذا تمثل الـ object هذا الثلاثة variables الثانية هذه هي الـ object هذا لاحظونا أن الضمنة العملية رتبناها حتى نصل إلى أي variable من الـ variables هذه نتكروس مباشرة فمثلا نقول name 1 ونقول مثلا grade 1 حتى نصل إلى grade 1 هذا سواء نكتب فيه أو نقرأ منه زي ما شفنا قابل وشلون نتعاون مع الـ variables في الـ object هنا العملية تختلف قليلا إذا بغينا نصل إلى الـ grade هذا لازم نذكر اسم الـ object نفسه فنقول S1 أو S عفوا هذا 3 هذا S3.grade إذا اسم الـ reference حق الـ object بعدين نقطة بعدين اسم الـ instance variable وكذلك لما نجي نقرأ منه فمثلا لما نقرأ S1.grade هنا اللي هو هذا رح يقرأ لنا هذا اللي هو S1 وهذه S1 هنا هذا S1 هنا لو شفنا تتبعنا هو الـ object هذا هذا